برج العذراء هذي قراءتك العاطفية عندك وأول شيء جذبني كارت العاشقين السولميت أرى أنك احتمال حاليا في علاقة التقيت بشخص تحس أن السولميت تابعك وأنت صحيح في وجهة نظرك لأن أنتو كما أن شا قولك انظر أنت عندك كارت برج العقرب أو كارت برج مائي وهو عنده كارت برج العقرب أنت عندك كارت العمل على مشاريع معينة والاجتهاد وهو كذلك بالإضافة إلى كارت السولميت عندكم توافق عجيب في الطاقة تحس أنك تعرف هذا الشخص من زمان تحس أنه هو الشخص المنشود بالنسبة لك أنت يا برج العذراء أحس أنك التقيت وحبيت احتمال عندك شركاء في السابق ولكن هذا الشخص مختلف جدا تحس أنه الشريك المثالي السولميت يعني تحس كأنما لا يوجد مثل شبيه لن تلتقي في حياتك شخص مثله أو تحب شخص بنفس الطريقة مثله بالنسبة لك هذا الشيء وأيضا أشوف أنك تشوف شلون الرجل وضع يده على المرأة ماسك وجهها بحيث أنه يأخذ كل انتباهها أرى أنك أيضا كأنما تحاول أن تستولي على كل انتباه الحبيب لأنه عنده أشياء تشغله لأنه احتمال مشغول بأشياء ثانية طبيعته دائما مشغول مركز على الاستقرار المادي وأنت كأنما دائما تحاول أن تراجع إليك تسحب إليك كأنما تنادي بس تنادي بلغة الحب اللطيفة ليست عندك لغة عتاب بالعكس طاقتك أنت يا برج العذراء دائما كيوت الأبراج الثانية يمكن يصر منها تهديد أو قلق أو خوف برج العذراء دائما حتى في قلقهم كيوت يعد تنادي الحبيب أسلوب الحب أسلوب لطيف تقرب لك تجذب إليك وهذا الشخص فعلا طاقتك أنت أيضا من عكس عنده لأنه أشوف أنه ما يستطيع أن يقاومك رح أوضح لك بعدين لما ننتقل للجانب الآخر وأيضا عندك كرت ملك الأكواب ملك الأكواب هو ملك المشاعر ولكن هو جدا مستقر في مشاعره استقرارك في مشاعره مخلي العلاقة تستقر مع هذا الشخص وإن كانت عنده أمور تكركبه مخليتها معاك أنت أفضل نسخة من نفسه هو إنسان أفضل لأنه معاك لأنه أنت أحسك مثل المهدأ البلسم شاطر تعرف شلون تكلم الحبيب شلون تمتص منه طاقة التعب والجهد والضغط جدا ذكي ولكن لا ينبع من ذكاء ينبع من حب تصرفك هذا ينبع من صبرك وحبك وقاعد أيضا تحاول أنه احتمال كما أن الحبيب قاعد يحاول يبني مستقبلكم أنت أيضا قاعد تحاول تكون شريك بمعنى الكلمة تبني معاه مركز أيضا على أهدافك العملية أما في دراسة في عمل أيضا أشوف أنه محيطك مشغول دائما من النوع اللي حولك ناس ولكن حتى وإن انشغلت بهذهلين الناس اللي حولك اللي حاولوني شتتون أنت أيضا انتباهك دائما عينك شوف ملك الأكواب دائما عينها تجاه الطرف الآخر يعني مهما كان عندك أنت لا تفقد انتباهك عن ما هو الأهم بالنسبة لك وهو هذا الشخص حبك لجدا عميق لدرجة أنه صرت أنا نفسه صرت ريلاكس في القراءة ننتقل إلى الشخص الثاني الشخص الثاني بالنسبة لك لأنه نفس المراية قاعد يعكس طاقتك فإذا في أي شيء جيد في العلاقة تأكد أنه طاقتك الداخلية هي الأساس لأنه هو قاعد يستمد كأنه ما يتعلم الحب منك أشطر منك احتمال في المال في العمل في التجارة ولكن الحب أنت صير للمعلم ليش؟ عندك رت برج العقرب وجودك محنيتك معه بهاي الطريقة قاعدت حوله احتمال أنه في السابق ممكن يكون برج ترابي أيضا جدي ثور أو أيضا عذراء ولكن طاقتك موجودة عند الطاقة الترابية كرت الموت دائما الناس يخافون لم يشوفونه ولكن هو الكرت الإيجابي هذا الكرت ينهي كل شيء قديم كل التعلقات بالماضي كل الأمور الدفينة في الماضي ويخلي الشخص يرجع جديد لما يكون في كرت الموت عند الشريك مقابلة كرت الشيطان الشيطان دائما يتكلم عن الأوهام الإدمانات القيود اللي تخلي الشخص غير قادر أن يتحرك بحرية أنت مثل ما قلت لك حنيتك معه حبك له وجودك في حياته مو بس خلاه يتغير خلاه يتحرر عنده طاقة الشيطان طاقة في شيء قاعد يسحبه من تحت وجودك حرر هذا الشخص لما تحرر صار عنده ثمان الخماسيات مرحلة جدا جميلة هو مو فقط قاعد يتغير للأفضل معاك هو صاير قادر أكثر أن يركز على الجانب يعطي أكثر في عمله وفي تجارته وفي الجانب المادي بحيث بائما أنتو اثنينكم موجودين في الحاضر مع بعض ولكن عينكم على المستقبل فتحاولون توفرون مستقبل أفضل تعملون باتجاه حياة أفضل عندما تتزوجون أشوفون اثنينكم عينكم على الارتباط لذلك تحاولون تكون جهودكم منسقة في تنسيق عندكم في الجهود كأنما أنت تقول لا أنت فعل كذا 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 أنت عليك مثلا العفش والبيت وهكذا وأنا عليك كذا كذا في الزواج كل واحد كأننا قاعدين تقسمون الأمور المادية بينكم وهذا علاقة جدا جميلة علاقة فيها حب فيها إظهار للشخص الأفضل تحاول أنت قاعد لشخص أفضل وأيضا فيها شراكة قاعد تجمع أمور صعب تنجمع في العلاقة في نفس الوقت خل رجع لكارت الشيطان لأنه ما تكلمت عنك فايا أشوف أنها ذكرت في الماضي عند حبيبك قبل أن يلتقيك أو قبل أن يحدث التغيير عندما التقاك هذا كان شخص احتمال لعب احتمال من نوع اللي ما يتم في علاقة معينة يعني يتنقل من علاقة لعلاقة احتمال أنه شوي مغرور أحب دائما يظهر نفسه احتمال أنه عصبي يعني فيه أطباع شوي غريبة عصبي على مغرور على يحب يتحكم دائما عنده أنا الأفضل الدفل معناته الإيجو الأنا الأنا مالته عالية فأنت عندك شخص متكبر أو عندك شخص شايف حاله شوي أو عندك شخص ما يحب الارتباط يحب يكون حر ولكن لنفسه عنده إدمانات الخاصة احتمال إدمانات تتعلق بالجنس بالشرب بهاي الأشياء السلبية وجودك مو فقط غيرها لما تخلص من هاي المرحلة هو الآن يستطيع أن ينظر فعلا إلى نفسه خليدي ينظر إلى نفسه ويشوف هو لحد الآن شنو أنجز في حياته فكأنما تركيزه راح وانتقل من الأنا ومن الشكل ومن السهرات ومن السفر والخرجات مثلا مع الأصحاب والأمور السطحية كان عنده كثير من الأمور السطحية هذا الشريك كان إنسان السطحي قبل أن يلتقي فيك أنت حولت إلى إنسان أعمق كأنه ما دخلت وخليت يفكر بخصوص نفسه إنجازاته في الحياة هو من يكون كل هاي الأمور الأسئلة الكبيرة ماذا يريد أن يصبح بعد ثلاث أربع سنوات وجودك فقط وجودك خليت يصير أفضل وحاليا تركيزه منصب على حياته العملية وحياته معك يعني هو عينه على الخماسيات يعمل عليهم يعمل علي الأمور المادية ولكن عقله وروحه معاك لأنه موجود هنا هو يعمل هنا ولكنه موجود هنا نشوف الشخص اللي واقف بينكم ممكن يكون شريك سابق لأحد الأطراف ولكن أراه بغض النظر منه وهذا الشخص هذا الشخص شا قل لك عندك كرت العربة وجه السرطان وعندك كرت ملك الخماسيات احتمال إنكم بضبط احتمال إنه تخلص في السابق من شخص برجة ترابي انتهى منه ولكن الآن أنت موجود في حياته واحتمال أيضا الشخص السابق عنده أيضا برجة ترابي شن قاعد يصير الحين نشوف إن هذا الشخص أنضج منكم بالعمر أكبر منكم بالسن احتمال يكون رجل أو امرأة بعد ولكن هذا الشخص كأنما قاعد يشرط عليكم أنتوا الأثنين أو احتمال إنه هو أحد الوالدين شرط على الشريك هذا الطرف الثالث كان كأنما دخل شرط على الشريك أنه إذا تريد أن ترتبط بهذا الشخص يجب عليك أن تكون جدا مستقر ماديا فمن أجل ذلك الشريك حاليا صير تفكيره وعقله منصب كله على الخماسيات كله على الأمور المادية أو احتمال لأنه إنت عندك أحد الوالدين ناضج أو عنده منصب أو عنده استقرار مالي أو وصل يعني لمرحلة من النفوذ فشرط على الشريك أن فعلا يبرز نفسه أيضا من الناحية المادية قبل أن يستطيع أن يتقدم تجاهك ويتزوجك ويمكن العكس أحد من طرفه قال له بأن أنت لا تصلح كزوج أو كشريك قبل أن تكون مستقل ماديا وقوي كأن شا أقول لك مو فقط شرط كأنما حض كلام في مخها صار بالنسبة لمثل الوهم أن أنت إذا ما تملك المادة لن تستطيع لن تستطيع أن تكون مع هذا الشخص هذا الشخص قاعد يحاول يخليك مع أن أنت برج العذراء برج اكترابي جدا متواضع ولكن قاعد يحاول يخليك جدا متعالي في شخص هنا يحاول أن يخلي الأمور المادية شرط للارتباط شرط للعلاقة احتمال يقول له الشخص الفلاني لحد الآن لم يتخرج الشخص الفلاني برج العذراء لحد الآن لم يكون نفسه إذا تزوجته الآن رح دائما تعتمدون على دخلك أنت أو العكس عكسه بما يناسبك ولكن قلت لك هذا الشخص أمام المادة هي الأهم واحتمال كله وجهة نظر واحتمال كل نياته طيبة لأنه فعلا المادة تؤثر على جزء كبير مو لكل ولكن جزء كبير من حياتنا اليومية فمن أجل ذلك الموافقة بالنسبة لهذا الشخص موجودة هذا الشخص يعني ما أشوفه كشريك سابق لا ممكن يكون أحد الأهل أكثر أو ناصح لكم أكثر يعني ولكن تفكيره تقريدي من الجيل القديم أن الرجل أو الشريك الأساسي لازم هو اللي يقوم بالصرف فهذا شوي رح يأخر الأمور بينكم ريثما تعملون على أموركم المادية ولكن الموافقة موجودة الارتباط إن شاء الله يعني رح يحدث الموافقة عليه موجودة ولكن مجرد أن تتخطون عامل المادة أو الشروط احتمال المادية اللي طلبت معينة في المهر في العافش في السكن في أمور تفاصيل طلبها أو اشترطها هذا الملك ملك الأرض احتمال لأنه فعلا هذا الملك اللي عندكم في حياتكم هو يعرف قيمة المادة لأنه جدا عمل عليها اجتهد من أجل أن يصل إلى هذا المستوى فحاليا صاير يخاف عليكم أنتو الأثنين يعني أحس أن يسوي طيب نية يخاف عليكم أن تتعثرون في حياتكم يعني تخيل كارت العربة أنت أحد الأحصناء هو الشريك الحصان الثاني لازم يكون حركة الحصانين متوازية مع بعض بحيث العربة تمشي بقوة لأنه المفروض تكون قوية من أجل أن تسهل العقبات أمامها لأن هذا الملك يعرف أنه فيه عقبات كثيرة أحجار كثيرة في طريق هذلين الشخصين لديه سبعة السيوف سبعة السيوف الكثير من الناس مثل كارت الموت مثل كارت البرج أول ما يشوفونها يخافون أو يتشاؤمون بالعكس سبعة السيوف ممكن تقرأ بكثير طرق هذا الشخص احتمال ممكن يكون قلت لك أحد الوالدين عنده شيء مخبيه بس مو معنات أنه شيء مخبيه معنات أنه شيء سلبي احتمال الشيء اللي مخبيه أنه يشوف هذا الشخص منيح ولكن حاليا لا يستطيع أن يفتح بيته احتمال اللي مخبيه أنه يرى مصلحتكما والتعقل فيها هي الأهم احتمال اللي مخبيه أنه يريد لك أنت يا برج العذراء الراحة لا يريد أن تتعب لا يريد لأن تشوف ملك الخماسيات تعب من أجل راحتها المادية لا يريد أن تمر أنت فيما هو مرفي عشان ترتاح عشان تنمشي عندك الأمور بالنسبة لهذا عامل جدا مهم فلا تشوف الكرتات الاعتيادية مثل البرج وسبعة السيوفة تخاف الكثير من هاي الأمور هو يمكن لم يخبرك فقط بشكل مباشر ولكن قاعد يخبي عليك نيته بأن يريد لك الرخاء المادي وإن كانت سيؤخر ارتباطكم الحمد لله يعني ما شوفنا حاليا في شريك طاقة واضحة بينكم أسحاب لي كارت واحد تبع المفاجأة يا برج العذراء ملكة البجع بالضبط ملكة البجع الصبر البجع يمر في مراحل من أجل أن يتغير أنت أيضا الصبر جدا مهم لأن أنتوا تمرون أثنينكم بمراحل انتقالية هو قاعد يمر هذا الشخص الشريك بمرحلة تغيير قاعد يتخلص من آثار القديمة مثل ما قلت لك وأيضا الصبر ضروري من الطرفين لأن شانب يصير لأن أنتوا قاعدين تعملون نحو الرخاء المادي نحو الاستقرار اتثبتون نفسكم ماديا قبل أن يحدث الارتباط جدا مهم فالصبر هو المفتاح للمرحلة القادمة يا برج العذراء ورح أسحب لك كرت فقط من أجل الأطمئنان لأن أعرف رح تسألون كثيرا عن سبع سيوف رح أوضحها بكرت آخر الكرت اللي سقط أو انقلب الكوب رقم واحد أكبر الأكواب الكوب النابع من محبة وصدق وهدية وعطاء صادق الكوب المصفة مثل ما نقول الخماس الصغيرة هذا الشخص اللي مخبي عنكم مثل ما قلت لك ما في شيء مخيف أو دائما سيء اللي مخبي عنكم أنه هو فعلا هو ملك الأرض ولكن يستطيع أن يرى إمكانية نجاح العلاقة بينكم إمكانية نجاح الارتباط بينكم يرى أن أنتم مناسبين لبعض كوبكم صافي ولكن ماديا لحد الآن لم تنضجون واحد منكم أو الطرفين بالنسبة لهذا الشخص المادة هي العائق الوحيد يعني هي اللي المفروض تصبرون من أجل أن تحققوها عزيزي برج العذراء أتمنى لك للتوفيق إن شاء الله القراءة جاوبت على أغلبة